مرحبا حضراتكو مرة تانية واسمحونا قبل ما نستكمل أنا وكريم أخبارنا النهاردة بس لازم نقف كده يعني ولو سواني وننعي صادقنا وضفنا العزيز والدائم كان في برنامج عشر الصبح في الأهلي النقد رياضي الكبير الأستاذ سامي عبدالفتاح وتوفي بالأمس وكمان عايز أقول لحضراتكو طبعا كابتن محمود الخطيب يعني والسادة عضاء مجلس الإدارة أصدروا بيان نعو فيه ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ سامي عبدالفتاح يا كريم أستاذ سامي كان من الشخصيات مش اللي هو من الكلم ضيف أو زميل أو صحفي كبير بنكن ليه كل الاحترام والتقدير لا هو على المستوى الشخصي كان شخص جميل جدا وكان بيحبنا جدا والسادة سامي كان من الناس اللي هو زي أبونا وكان بيسأل عننا حتى يا كريم لو مش هيكون ضيف معنا وكان بيبقى ضيف معنا تقريبا كل شهر مرة لكن حتى لو ما كانش هيجي أو حتى لو كان البرنامج أجازة كان بيبعت يسأل علينا أخباركو إيه تمنوني عليكم هو في الفترة الأخيرة حتى لو حضراتكو فاكرين كان بيجي لنا هنا ضيف ويبقى الأخر مرة كان أقل من أسبوعين معنا هنا في عشر الصبح وهو كان تعبان جدا حتى إحنا كنا بنقوله أستاذ سامي ما تتعبش نفسك حتى يعني وتيجي إحنا ممكن من خلال مدخلة من خلال سكايب وقول لنا لأ أنا بحب أجيلكو فلغاية آخر اللحظة كان العمل بتاعه مقدم ومستمر وكان لسه ليه مقالة تقريبا من كم يوم أخير يا كريم رجل على المستوى الشخصي قبل أي شيء بجد كنا نحس أو نشعر أنه هو والد لينا الله يرحمك أستاذ سامي كنت من أفضل وأكتر الشخصيات احتراما حقيقي وأنا على المستوى الشخصي فعلا كنت بحب حضرتك جدا 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 فعلا زي والدير بنا يرحمك يا رب بنا يرحمه برحمته الوسعة ويجعل قبره روضة من رياض الجنة ويلهم أهل وزاوية ومحبيه الصدر والسلوان من الشخصيات المحترمة جدا أكيد كنا بنسعد دايما في كل مرة يكون موجود معنا فيها ويمكن آخر مرة اللي أشارت لها نواند كان فعلا كل مظاهر التعب كانت بينا عليه حتى ما كانش قادر يتكلم ومع ذلك كان حريص جدا أنه يكون موجود معنا ويكون موجود مع حضراتكم وياخد ودي معنا في الكلام فرحمة الله عليه أكيد فقدنا شخص عزيز ربنا يلهم أهل والصبر والسلوان ترجمة نانسي قنقر